بعد إذنك دكتور أنا رح أسألك بس فيه يمكن أسئلة تجاوبتها في الماضي بس إذا ممكن للتوضيح لأحبائنا يمكن اللي بيشاهدونه لأول مرة إذا ممكن أوجه لك السؤال وترد بشكل سريع حتى نفوت في موضوعنا في سؤال وصل بقول إذا كان آدم قد تزوج بحواء وكان لهما من الأولاد قابيل وهابيل وربما أخت أخرى فبماذا تزوج كل من قابيل وهابيل علما أنها ليست هناك من امرأة غير امرأة أبيهما آدم ده السؤال اللي تسأل تمام ده سؤال بنسمعه كتير أو يا أسيس نزار والإجابة ببساطة أن آدم محواء حسب تكوين أصحى خمسة وعدد أربعة كان لهم أبناء وبنات كثيرين نعم فآدم محواء كان لهم أولاد وبنات كتار الفكرة أن الكتاب المقدس بيذكر الأسماء الهامة إلا الله هيتعامل من خلالها عشان ييجي المسيح المخلص لكن مش بيذكر كل الأسماء بتاعتهم فهما كان عندهم بنات وأولاد وفي العائلة الأولى كان ممكن الواحد يتجوز أقربه الأريبين أوي نعم لأننا لما نتجوز دلوقتي نتجوز من العائلة البشرية فنجوز أريبنا البعاد في الأول كان الجينيتيك بول يعني الصفات الوراسية الأساسية نقية جدا فما كانتش فيه الصفات المتنحية اللي تظهر في الأجيال اللي بعديها لو الواحد يتجوز من أريبه الأريبين عارف الوحات والحتة المغلقة يا أسيس نيزار لما بيجوزوا من بعض جيل ورجيل ورجيل يلاقي الصفات المتنحية المرضية بتظهر في الأطفال بعد كده في الأول كان الاستفات الوراسية نقية جدا 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 فكان من الطبيعي أن التزاوج يحصل داخل العائلة الواحدة قيين وهابين ما تتجوزوش أمهم لا طبعا تجوزوا أخواتهم البنات وبعدين بعد كذا عيلة ما بتتكونها بأبنات العم وولاد العم وولاد الخالة وتبتدي العملية تكتر خلال جيلين ثلاثة هتلاقي عندك كمية كبيرة قوي من البشر تقدر تتزاوج مع بعضها وتكون أسر فالكتاب المقدس لما بيذكر ثلاث أسماء مش معنى كده أن هم بس الثلاث أسماء دول لأنه في تكوين خمسة عدد أربعة بيقول أني آدم وحوائك لهم أولاد وبنات فعلا وكمان يعني الكتاب المقدس يعني بركز على التاريخ الاختياري الاختياري يعني ركز على نسل اللي رح يجي منه نسل المسيح مع أنه كان فيه أعداد كبيرة من البنات والأولاد وأنه كان يتزوجوا من بعض هابيل طبعا قتل أما قائن فعلى الأرجح يتزوج أخته أو قريبته أو إلى أخير أو كان متزوج قبل قتل قائن لحد ديت شريعة موسى اللي حرمت هذا الشيء أنه واحد يتزوج عامته أو خالته أو أخته أو مرت ابنه أو يعني لأنه بيعتبرها رجاسة تامة بحسب شريعة موسى وكان حوالي 2500 سنة عدت على الخليقة لما الله أعطى الشريعة دي الموسى نعم تحليمات الخاصة بكل زمن مناسب لحياتنا